مرتقى الوصول إلى سيرة الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من سلسلة مرتقى الوصول إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة سنتحدث عن بيعتين العقبة سنتحدث عن بيعتين العقبة التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أن تحدثنا في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج ويبحث عن إحدى القبائل القوية التي لها منع ولها قوة ولها سلاح ولها رجال تمنعه وتساعده في دعوته وتنصر رسالته فكان أن استجاب الأنصار رضوان الله عليهم في موسم الحج الحادي عشر جاءت ست نسمات طيبة من الأنصار فالتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا فكانت هذه البذرة الطيبة هؤلاء الستة الرجال الذين رجعوا وبدأوا ينشرون دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أبنائهم وإخوانهم وعائلاتهم وفي الموسم الموالي الذي هو سنة الثانية عشر من بعتة الحبيب عليه الصلاة والسلام قدم من المدينة إثنى عشر رجلا ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج فالتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصعيد منا سرا وخفية بالليل وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حالهم وحال قبيلتهم وحال قريتهم المدينة التي أنهكتها الحروب وأنهكتها المتاعب والمعارك أنهكتها المعارك المتواصلة التي دامت أكثر من مائة وعشرين سنة ورجوا أن يجمع الله شملهم بقدوم الحبيب عليه الصلاة والسلام خاصة وأنهم كانوا يسمعون من اليهود أنه اقترب زمان نبي آخر الزمان وبدأوا يتوعدون الأنصار ويقولون لهم سيأتي نبي آخر الزمان وسنسبقكم إليه وسنؤمن به وسننصره وسنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرام فكانوا يتوعدون يعني الأنصار في زمان الشرك وزمان الجاهلية يتوعدونهم بقرب زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أي لما جاءهم حقيقة الرسالة وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كفروا به بينما سارع الأنصار إلى الإيمان فكان هذا الخبر أو هذه الأخبار التي كانوا يسمعون من اليهود في المدينة جعلتهم يسابقون ويتسابقون إلى الإيمان بهذا النبي واستقدام هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينتهم فسارعوا إلى الإيمان بهذا النبي واستقدامه إلى مدينتهم وكانت تلك الأقوال وتلك الأخبار التي كانوا يسمعونها من اليهود هي السبب الذي دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الدخول في الإسلام فجاء هؤلاء الاثنى عشر والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى هذه البيعة بنودها مثل بيعة النساء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد والإيمان وعدم الشرك وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والدخول في دينه والتمسك بسنته وهديه والطاعة الكاملة التي يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وتحلال الحلال وتحريم الحرام ولم يدخل في بنود هذه المعاهدة أن يقاتلوا معه فكانت بيعة العقبة الأولى بيعة أصلية على أصل الدين وأصل الإيمان وأصل الإسلام والإيمان به والدخول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم رجلاً أول سفير في الإسلام سيرسله معهم ليعينوه على نشر الدين ونشر الإسلام في المدينة مصعب الخير كما لقبه أهل المدينة إنه مصعب بن عمير ذلكم الشاب الفتي الذي ورث عن أبيه مالاً كثيراً ورث عن أبيه مالاً كثيراً ولكن أمه ساومته وأغرته يعني أن يتنازل عن هذا المال قالت له أمه يا مصعب إما أن تختار المال أو تختار دين محمد يعني لك الخيار بين أمرين إما أن تبقى على دينك ودين آبائك ودين أمك ويبقى لك هذا الخير وهذا المال وهذه النعمة التي تعيش فيها وإما أن تختار دين محمد فتتنازل عن هذا كله فماذا اختار مصعب هل اختار الدنيا أرغم أنه كان يعيش في بحبوحة من العيش حتى إن أهل مكة يشمون رائحته إذا مر بزقاق من أزقتهم لأنه كانت يعني رائحته وعطره تأتي من بلاد العجم وثيابه تأتي من بلاد العجم يعني كان فاحش الثراء ولكنه تخلى عن ذلك كله لأجل دعوة الله ولأجل دين الله ولأجل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام فاختار حياة الفقر واختار حياة الفاقة على أن يموت موحدا وأن يموت مؤمنا وكذلك كان فقد استشهد مصعب رضي الله عنه في يوم أحد ولم يجدوا ما يكفنونه به إلا برده إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجلاه خرج رأسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه الإذخر هذا هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه الذي ترك الدنيا كلها لله اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة العظيمة السفارة الكبيرة أول سفارة في الإسلام فنجحت دعوته غاية النجاح قدم على أهل المدينة وكان نزول خير عليهم لذلك سموه بمصعب الخير فكان يدعو الناس برفق وشفقة ورحمة وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أساليب الدعوة المباركة فبدأ الناس يدخلون في الإسلام أفرادا وجماعات وأسرا كلهم على يدي مصعب بن عمير تصور أيها المسلم أن يأتي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يوم القيامة وفي صحيفته المئاس والآلاف من الناس قد دخلوا دين الإسلام على يديه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَأْنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خير لك من حمر النعم وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس إنه مصعب الخير الذي تعلم أساليب الدعوة على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم فبارك الله له في دعوته فأنجز المطلوب منه خلال هذا العام الذي سبق فيه إلى المدينة وجاء في الموسم الموالي ومعه بضعة وسبعون بضع وسبعون بين رجل ومرأة جاءت معه مرأتان يعني كانوا بضعة وسبعين رجلا ومرأتان كلهم من الأنصار جاءوا ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية تسمى ببيعة العقبة الثانية كانت في أواصط أيام التشريق أي اليوم الحادي أو الثاني عشر من دي الحجة في السنة الثالثة عشرة من بعتة الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت في الشهر الثاني عشر وفي اليوم الثاني عشر في أوصط أيام التشريق وكانت بالليل وحضر هذه المعاهدة وهذه البيعة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فاستوثق لابن أخيه أي أراد أن يعرف هل فعلا هؤلاء الرجال مستعدون للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم خطورة المهمة فقال لهم إن بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبايعونه على حرب الأحمر والأسود بمعنى أن العرب كلهم سيرمونكم بنبل واحدة وتتكون مدينتكم مستهدفة من جميع الشعوب والقبائد فهل تستطيعون أن تتحملوا هذه المسؤولية فإن كنتم تستطيعونها وتقدرون عليها فبها ونعمة وإن كنتم لا تستطيعون ذلك فخلوا الرجل وحاله بين أهله وعشيرته فقالوا نحن لها نحن الأنصار الذين جربنا الحروب مئة وعشرين سنة ونعرف فنونها ونعرف دقائقها ونعرف أسرارها ونعرف أحوالها ونعرف تقنياتها فنحن المعتمد عليهم فلما رأى منهم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإصرار وهذا الإلحاح يعني وافق على أن تكون هذه البيعة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمة للبيعة الأولى التي فيها البيعة على الإيمان والتوحيد والعبادة والصلاة والزكاة وحسن الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار وتحليل الحلال وتحريم الحرام فبايعوا هذه البيعة الأولى ثم زادوا عليها البندة المتعلقة بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم وأطفالهم قالوا نبايعك يا رسول الله نبايعك على أن نحميك مما نحمي منه أزرنا الأزر جمع إزار بمعنى أننا سنحميك مما نحمي منه هذا الإزار الذي نلبسه فالإنسان الذي يحميك مما يحمي منه إزاره بمعنى أنه لن يصل إليك شيء حتى يصل إلينا بمعنى أننا سنفديك وسنموت بين يديك وندافع عنك إن جاءك مكروه أو أراد أن يصل إليك مكروه قام الأنصار بهذه البيعة وكانوا فعلا أحق بها وأهلها وكانوا رجالا هم الرجال فعلا الذين عرفوا بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما مدحهم الله عز وجل في كتابه حيث قال والذين تبوأوا الدار وليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار حيث بايعوا هذه البيعة يعني الخطيرة وهم يعلمون خطرها ويعلمون حقيقتها بعدما أشار إليهم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم وهو مستخف بإسلامه ولم يعلن إسلامه بعد ولكنه جاء في هذا الموقف ليستوثق لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في مأمن وسيكون في أمان وأنه مع رجال صادقين مؤمنين الشجعان يستطيعون أن يدافعوا عنه فأقسموا وبايعوا وقالوا والله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا وأبناءنا وما نحمي منه أزرنا هكذا وضعوا أيديهم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الحماية وأن يهاجر إليهم فكانت هذه البيعة بيعة العقبة هي مفتاح الهجرة لأن بها ستبدأ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها بثلاثة أشهر سيهاجر النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يرسل أصحابه أولا قبل أن يهاجر هو وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه فإنه لما فتح أمامه باب الهجرة على مصرعيه كان بإمكانه أن يكون سباقا وأن يكون أول المهاجرين ولكنه أراد أن يطمئن على أصحابه رضوان الله عليهم فأرسلهم أمامه وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يهاجرون منهم الأغلب الأغلبية الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة وبقي بعضهم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة منهم صهيب الرومي ذلكم الرجل الذي كان في مكة ودخل مكة لا مال له صعلوكا لا مال له بمعنى فقيرا لا مال له وكان عبدا فأعتق فدخل إلى مكة وتعلم صناعة الأسلحة ثم بعد ذلك تطور إلى أن صار بائع سلاح وتاجر سلاح فكون ثروة هائلة داخل مكة لما أراد أن يهاجر إلى المدينة أوقفته قريش فقالوا يا صهيب لقد دخلتها صعلوكا لا مال لك ولن تخرج منها إلا صعلوكا كيف تخرج بأموالنا التي اكتسبتها في ديارنا وتذهب بها إلى محمد فلن تخرج منها إلا صعلوكا فقال هل إذا دللتكم على مكان المال تتركونني أهاجر قالوا نعم فدلهم على مكان المال قال اذهبوا إلى المكان الفلاني وستجدون المال في المكان الفلاني وستقيسون المسافة الفلانية وتحفرون المسافة الفلانية حتى تصلوا إلى المال فأطلقوا صراحه وذهب وهاجر وطرك كل ذلك لله تعالى لم يقولوا له مثلا نريد أن نتأكد لا بد أن تذهب معنا إلى المكان حتى نستوثق ونتيقن ربما تكون تكذب علينا لا علموا أنه صادق لأنه تربى في مدرسة الصدق وعلموا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم صادقون لأنهم تربوا في مدرسة الصدق تربوا في مدرسة الصادق الأمين الذي علمهم الأمانة وعلمهم عدم الخيانة وعلمهم الصدق وعدم الكذب فخرج من مكة فقيرا كما دخلها فقيرا وترك ذلك المال كله لله لأجل ماذا؟ لأجل أن يبقى على دين الإسلام كما فعل قبله أخوه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الرجال الذين ذربوا لنا المثل العظيم في نصرة دين الله للفقراء المهاجنين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون فمدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صادقون وفعلا اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام فكانوا نعم الرجال وكانوا نعم الأفذاذ وكان نعم الجيل الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات أن نقرأ سيرهم لنهتدي بأخلاقهم ونتربى على سننهم ونكون على خلقهم لأنهم أولئك الرجال الذين مدحهم الله عز وجل وذم من سار على غير طريقتهم قال تعالى ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقخ الرسول يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال بعض أهل التفسير ويتبع غير سبيل الصحابة لأن المؤمنين حين نزل القرآن هم الصحابة فعليك أن تتبع طريقهم ومن لم يتبع طريقهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فطريق الفلاح وطريق النجاح في اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه أصحابه الكرام من الأنصار والمهاجرين هؤلاء أصحاب الذين سيبني بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المدينة الفاضلة ذلك المجتمع الراقي ذلك المجتمع الذي عجز الزمان أن يأتي بمثله وسنرى إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة كيف سيبني النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع المدني بعد أن نتحدث عن هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وسنرى الأسس الأخوية التي بنيت على الأخوة والمحبة التي سيؤسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة الفاضلة من خلال هاتين البيعتين التي بايع فيهما الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذوا بنود هذه البيعة فكانوا فعلا أهلا لهذه البنود التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم إذا لم نلتقي بهم في الدنيا أن يجمعنا بهم في الآخرة ولذلك لما حضرت بلال الوفاة رضي الله تعالى عنه وبكت امرأته وقالت وحزناه وأسفاه قال لها لا تقولي وحزناه لا تقولي وأسفاه بل قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهؤلاء الأحبة محمد وصحبه في جناته جنات النعيم مع آبائنا وأهمهاتنا وإخواننا وأحبابنا والمسلمين جميعا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أمير الوجد من فوح الخزان إليه تفيض أرواح الأنام حبيب الله بالبشرى تسام عليهم ارتقى الوصول إلى سيرة الرسول